اهلا وسألا بكم جميعا. اهلا بكم من جديد. معكم اخوكم فادي. اه النهاردة فوانا هجاوب بس على كومنت يعني سؤال يطول شرحه فهجاوب عليه من الاستاذ علاء. استاذ علاء يعز علاء وفي تواصل شخصي بينه وبينه. واكسبته كاخ وزميل مجال. بركة الله فيه يعني هو برضي ان انا اعمل له فيديو بصراحة في نفس الوقت اللي انا شفت فيه كومنت يعني انا لسه يدوب شايف الكومنت من شوية. تمام? يدوب ترجع من دهم اصلا وما انا لسه بهدوم اصلا ما جدعت الشهدوم. فا اه الكومنت اللذيذ. انا احب يعني انا بصراحة بحبكم لما تسألوا في الكومنتات اكتر من الشرح نفسه. يعني في حاجات بتطلبوها. بتكون مشروحة اي نعم بس ممكن تكون عدت عليكم او بتكونوا ما كملتوش الفيديوهات ما تابعتوش الفيديوهات من اول للاخر. لانه الفيديوهات لما تتابع تتابع من الاول لانه كله تتبع باورة بعض. من اول حاجة من اول فيديو في الكورس مثلا ده اخر حاجة في حاجة انت مش عارفها وبتسأل عليها دي في النص فاجتك بس موجودة كل حاجة موجودة مفيش حاجة ما ردينش عليها. طيب. انا دلوقتي بيقول لي شكرا لكم استفادي على الشرح الهايل ده بس انا عايز من حاجتك في تعليق تديني اكواد ما يلي. وما تقولش ادور في القناة لاني هتوم. وهاخد وقت لحد ما وصل للمعلومة بتاعتي من وسط الحلقات دي كلها. اولا العفو انا اخوكم تحت امركم استاذ علاء. ثانيا برضو زي ما بقول التعليقات او بقول في التعليق دور في الفيديوهات. انا ممكن اديك اسم الفيديو تروح تدور بالاسم الفيديو تدخل على القناة استاذ علاء على القائمة بتاعت رئيشيو بسنا. في مينيو كده محدود في الفيديوهات تحت وبعد مش هتوه كتير. هتبص تتجلبهم مسلا عشر وخمسوش الفيديو هتتجلب للعنوان بس تبص على العنوان العنوان ممكن تلاجي فيه اجابتك اساسا تدخل على الفيديو ده مسلا. بس وليكم احنا هنشرح لحضرتك عايزو. انا عايز اعرف ايه الكود اللي استخدمه لو جانا عميل طلب مني اكنسل له الحايز بتاعه وعمل له رفند ورجع بقى رجع له باقي المبلغ. او دي اول نقطة. تمام? بس قبل ما رجع ما كنسل العميل عايز يعرف كامل المبلغ اللي هيرجع. هو يعتبر نفس السؤال. موالكود اللي هتستخدم هو اللي هتعرفه المبلغ اللي هيرجع بالضبط. عشان يقرار بعدها يكامل في الكنسلة ولا يرجع في قراره ويسافر في معاده عادي. فزي يعرف كامل المبلغ اللي هيرجع بعد الخاص من قبل ما كنسل. هل فيه كود معين اعرف منه المبلغ المتبق من قبل ما كنسل ده اولا. طيب. احنا قلنا علشان نحجز تذكرة لاي حد وليكن التذكرة دي. تمام? من قبل ما يطلع عندي العميل انا بتدل له الشروط. ايه هي الشروط? ما انا مش هستنى لما يهي العميل حبيب يلغى او اجل له الشروط او عشان اجل له كام هيرجع لك وكام هتدفع لها عاش تغير او كام فرج السعر او او. لحشتين الاساسيون ان انا بقولهم للعميل من بعد ما اكد من قبل ما يدفع فلوس ولا من قبل ما اتغطي تي بي سلاش ار تي واكد له التذكرة والشروط التذكرة. الالغاء والتغيير. الالغاء قبل الصفر وبعد الصفر. قبل ما اطلع الطيارة وبعد ما اطلع الطيارة. انه شو? كل ده اللي احنا حكيناه قبل كده حكيناه. والتغيير كذلك نفس الفكرة. ما يجينيش العميل بعد كده عايز يغير او عايز يرغي فجأة اقول له مسلا خمسين دولار مية دولار. ليه يا عم انت ما قلت ليش? ما احنا قلنا يا خلونا بتفجين. دي ايه من فنيات الشغل برضو اللي احنا بكنا بنتكلم في ها اثناء ما احنا بشرح والناس بتزعل مننا لما احنا اطول في الشرح. بس ما علينا. انا دلوقت العميل عايز اعرف دلوقت جالي. وقال ليه قلنا بقى وقت ما خلاص كده لفست علاء الظاهر ان هو لما صدر التذكرة ما اداش الشروط للعميل. تمام? عايز يعرف الشروط من الجديد. قلنا اخوانا بتاع الشروط بتاعنا الفي كيو دي. شروط السعر الفي كيو دي. عشان اعرف بتاعت السعر. هنا رايح من من عمان الكويت. عمان الكويت. طيب اعمل على طيران ايه? ايه كي يو. الكلاس بتاعي ايه? تمام? التريق بتاع الصفر. كان تاريخ اه هيكون تسعتاشر اربعة. تمام? واعمل انا يعني ده اختصار الفي كيو دي احنا اخدناه اخدنا كل كل الحاجات اللي تخصه. بس ده حالة من الحالات انا عايز اشوفه. طيب ظهر لي بالشكل ده انا اخد اي واحدة من دولها اللي هو هشوف ببساطة لازم اعرف الفير بيز بتاع التيكت اللي انا مصدرها. عن طريق التانجو كوين تانجو ادي الفير بيز بتاعي. طيب بكتور اسكر وليام جورج اللي هو ده. ودي هو اصلا وان وي اللي هو ده. هضغط عليه اما دبل كليك. يا اما هو جايب اللي انا هدخله. اللي هو اف كيو ان تو. اف كيو ان تو. طيب. انا عشان ادخل اف كيو ان تو هجيب لقائمة كبيرة وانا مش عايز كل ده. انا عايز حاجة معينة اللي هي ايه? البيناليتي. اللي هي البيتر ايزي. البيناليتيز تمام? هعمل هارجع تاني من جديدة هعمل الانتري وعمل اف كيو ان تو دي سبلي بيتر ايزي سوريا عشان يدخل اللي الروز بتاعتي. ودي الروز بتاعتنا اخوانا هنا تشارج هنا كذا كذا. انا اللي هي من تشارج اهو جاب لك من فوق اربعين دولار. لهو اقولنا طبعا لهو ما استخدمش التذكرة او اجل مسلا من اربعة وعشرين ساعة او لو هشوف في الطيران نفسه ممكن بتاعه ست ساعات تمام ساعات جاب لمعمل لو اجل من يومين من الصفر او مش باينة بالزبط عندي لو اجل من يومين من الصفر لازم اريجع تضيران. تمام? حلو? اللي بيسرع لوسيز على هنا. طب انا ايه حالة التذكرة عندي اصلا? يعني التذكرة دي تاريخ تسعتاشر اربعة لسا عندي. كده التذكرة بالنسبة لي مفيش عليها نوشو اصلا. لكن مسلا النهاردة خمسة وعشرين تلاتة. تمام? العميل بسافر بكرة ستة وعشرين تلاتة. بكرة العصر. بكرة يعني خلاص بعد مسلا اه تلاتة اربع ساعات. دي تسعين في المية فيها نوشو لو تلاتة اربعة ساعات. لكن بكرة العصر ممكن نوشو بتاع الكويتية ست ساعات تمن ساعات مسلا. لازم راجع مع الكويتية. انا بكرة العصر عند اعمل مسافر وعاز يعمل هل نوشو ولا مش نوشو? ليه? لانه في البنالة زي ما قلنا في طيران بيجبرك يقول لك حط نوشو مع رسوم ريشو لو عايز تعمل ريشو. نوشو مع رسوم ريشو لو عايز تعمل ريشو. تمام? وهو زي هنا نوت. نوشو تشارج بلاس يعني لو الطيارة دي نوشو على كده اخد خمسة وسنتين دولار واربعين دولار راح سيبهم على بعض. ده في التغيير. طب بالنسبة للخمسة وخمسين دولار وبردو كذلك او نوشو. تمام خمسة وخمسين دولار لسه. ممكن نوشو. يبقى خلاص النوشو اللي فوق عندي خمسة وخمسين. فين اله الناوشو? خمسة وستين دولار نوشو. يبقى انا لو عندي خمسة وخمسة وستين دولار. طيب التذكرة دي تذكرة عادية قلنا خمسة وخمسين دولار. انا في الكويت. اول حاجة احول العملة دي خمسة وخمسين دولار. الى كويتي دينار. عشان عرفت كم بالكويت سبعتاشر دينار. تمام? كده عرفتك يا سيد علاء ازاي تجيب ازاي تجيب الرسوم بتاعت ده اللي انت عايزه دي اول حاجة احنا بنعملها هو. الرسوم بتاعت الريفاند جيبناها. عرفناها كام? حولناها بالكويت بيجيت سبعتاشر دولار. على السريع ما فيهاش اي حاجة. طيب. ايه باجي السؤال باجي? هل في قد معين اعرف المبلغ المتبقي قبل ما ده اولا? ايه الاكواد اللي استخدمها في الكنسلة وإلغاء الحاجز والريفاند عشان رجاله باجي فلوسه. شكرا لي. هو كله 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 تتخص في سؤال واحد. قبل ما العميل عايز يأكد. انا عايز اقول له المبلغ ده. انا كل اللي بعمله اساسا اساسا انا بخسم. من غير اي كود يا عم الحاج. من غير اي كود. السبعتاشر دينار دي. بخسمها من مبلغ التذكرة المية وتلاتاشر تمامية سيبك من الكسور. خليك في الصحيح. تمام? مية وتلاتاشر. مية وسبعتاشر من سيبها المية وسبعتاشر. مية وسبعتاشر التيكت بتاعتي آآ عفوا مية وتلاتاشر التيكت بتاعتي نقص السبعتاشر دينار هتطلع ستة وتسعين دينار مسلا اللي يرجع ستة ستة سعين دينار وتبني مية. تمام؟ ده اللي هيرجع للعميل. طيب. قلع ستة وتسعين دينار يا بن الحلال تمام? اوكي اوكي. هتريع لك ستة وتسعين اوكي. لما خلاص انا مش محتاج اعمل خطوة اصلا للريفند عشان اتأكد. انت اللي هتتأكد بعدين بس انت دي تسعة وتسعين مية في المية مش تسعين في المية انه هي دي لانه خلاص ما فيش نوشق عليها ورسوم بتاعتها خمسة وخمسين دولار وانت شيكت عليها وخلاص. طيب برضو اديك برضو برضو اللي هو لو عايز تتأكد الرسوم مزبوطة او مش مزبوطة. هتعمل اللي هو بتاع الاسترجاع اصلا. تمام? سلاش ليما ليما كامل بتاع اللي هو رقم احداشر. رقم احداشر سلاش اي تي سي. اي تي سي يعني هتعمل اوتوماتيك كده. تمام? انا كنت بعمل جبل ده. فهعمل اي تي ار اف اي جي. تي ار اف اي جي. عشان اجدر اعمل اجدر للخطوة اللي كنت بعملها قبل كده. تمام? ها جعل هذا الانتر بتاعي تاني. جاب لي ستة وتسعين دينار. ده المبلغ اللي احنا قلنا عليه هيرجع. طيب. هنا ده ده بس هو ده بس نيجل الحاجة برضو عشان ما نكملش فيها ومناستخدمهوش على طول لو احنا وثقين انه اوكي المبلغ ده اللي هيدفع عملته منور عملته اوتوماتيك خلاص اكمل اوتوماتيك عادي ما فيش مشكلة. بس نلاحز هنا ريماركس في ريماركس عندك ريفاند نوت جرانتيد تشيك بي اي ان اف اه ان فير نوتس. تمام? بيقول لك هنا لاحز انه السعر ده او اللي هتعمله ده المبلغ ستة وتسعين بتاعك ده اللي هيرجع تمام ريفاند توتال هيرجع ستة وتسعين مش اكيد. بس انت تأكده ازاي? مع الطيران مع اماديوس لو عايز تتأكد تاني لكن انت اللي بتأكد منه ان هي خمسة وخمسين دولار. وما فيش نشوق عليها خلاص. خمسة وخمسين دولار. طلعت سبعة تسعين سبعة عشر دينار. اينا عم فيك كسور في الموضوع التمانمونة دي بس ما علينا منها التمانمونة فلسية. تمام? عايز انت اه دي دي عشان تتأكد انه المبلغ اللي حسبه صح. طيب عايز انت ترجع باجة او او تحط البنالة دي مانوال انت بايدك هتعمل تانجو روجير فازر سلاش ليما احنا كده الاوتوماتيك ده حسبت لك بي انت اوتوماتيك على كده حسب لك اللي هرجع للعامل كام. ممكن من بدل من بدل ما تخش انت برضو يعني السؤال انا بكملك على السؤال برضو. انا بدل متعب واشوف البنالة كام اصلا اللي هتتخسم. العامل عايز يعرف كام بس اصلا يعني مش عايز يخسم وبعدين هتخسم كام. على اطول من غير ما تشوف البنالة تعمل ده ده. بس مش جارانديت اكيد. بس انت تعمله برضو في حالة النوش هو. لازم تتأكد من الطيران انه نوش هو ولا مش نوش هو. لانه الصفر بقرة دي لازم. يعني مش كل الحالات تعمل فيها تعتمد الانتري ده برضو. بس انت مبدايا قبل تصور بالخمس ستة ايام تسعة دسعين في المية الانتري ده تمام. وعايز تتأكد اكتر تروح تشاكل بنانتي تاني. بس. يتشاكل بنانتي الاول وتخسم وبعد كده تعمل الانتري ده هتتأكد انه خصمك صح. يتعمل الانتري ده وتشاكل بنانتي برضو نفس الفكرة هتلاقي نفسك طح. من ناحيتين هي كده كده واحد. بس اللي عامل جدامك انت تعمل ده تمام? ده تعملو. حل? ده تعملو يديك على طول التوتل اللي انت عايزه كامل. التوتل ده تسعة وتسعين في المية بس مش كأنك انت تتأكده بالاوتوماتيك لانه مش بيتجيبل على كل الطيران في عمديوس. دي كل الفكرة انه مش يعني يقول لك مش انه مش اكيد علشان مش كل الاوتوماتيك بيتجيبل. طيب. انا عايز اعمله من غير دي. او انا عايز اعمل خطوات خلاص انا عرفت سبعتاشر دولار وعايز احط غرامة سبعتاشر دولار للعميل. هعمل ايه بقى باشا? هعمل بتاعه. آآ اه لو عندي تيكت نمبر بحط تيكت نمبر ما كامل. تمام? بحط تيكت بتاعتي وبخلاص بعمل انتر بعد كده. بما ان انا عندي الحيز موجود عندي ليما حداشر انتر. طيب جبني بتاع التسكرة مية تراتاشر تمنمية. هعمل ايه? هحط البنالة دلوقت انا. اللي هي تانجو روجر فازر يونايتد الانتر ده. وسلاش مسلا سبعتاشر دينار تمام? او مسلا سبعتاشر دينار اللي هي اما وانت حط ايه? تمام? لو عملت كده ممكن يكمل او ما يكملش معي مش عايز مش عايز ادخل في يعني مش عايزين ادخله في حاجة بس هو جاب لي برضو تيه ستة وتسعين دينار وتمنمية فلس. تمام? دي اخر خطوة كده ما فيش غير اطباعه تانجو روجر فازر بيتر. بعد كده يطبع لي ال اه تانجو روجر فازر بيتر هيطبع لي ال الريفاند ده. يخلص لي كده ينهيلي الريفاند ويقسم لي يقسم لي السبعتاشر دينار اللي انا حطتها له وارجع لي ستة وتسعين وتمنمية فلس. تمام? طيب انا برضو لازم تانجو روجر فازر. تانجو فازر روجر. تانجو روجر فازر اجنول. مش عايز اي مشاكل. تمام? كده لغينا. هلو? طيب انا عايز اتأكد برضو ان المبلغ ده يرجع لي. ما هو بص كذا حاجة برضو عشان اتأكد ان المبلغ ده اكيد. اولا هيتطبع لك زي المسك التسكرة ده فيه الريفاند بتاعك هيقول لك المبلغ اللي اللي المتبقي ستة وتسعين دينار هيطلع لك كأنك لما طلع بالمبلغ مية وتلاتاشر طبيع لك عندك في الطباعة. تمام? عايز اتأكد برضو بعد ما اعمل كده هعمل تانجو ده دي سلاش لي ما احداشر. تمام? بدل ما هلاقي المية وتلاتاشر دي هلاقيها ستة وتسعين وهلاقيها هنا يعني ريفاند. عايز اتأكد تاني برضو. هعمل تانجو روجر فازر اه تانجو جاك كوين. تمام? مفيش data بس انا عشان مصدر تذاكر مسلا دي بتاعك مصدر تذاكر مثلا بثريقة اربعة وعشرين مارش. جايني وليكن. وليكن اربعة وعشرين مارش ده النهاردة اللي هو خمسة وعشرين خلاص. باجى بالشكل ده عندي مسلا دي اللي عملت لها هيزهر لي المبلغ بالشكل ده بالمينس كذا. وهيزهر لي بتاعه وهيزهر لي بس كده دي كله قصة ومش محتاجه اي اي حياتاني.